تؤكد مملكة البحرين التزامها التام بالتعاون في مجال حقوق الإنسان ودعم مبادئ الحوار بغرض تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال جهودها الدولية المتواصلة في هذا المجال نعم حيث تعمل مملكة البحرين على تعزيز وتطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي تتضمنها مختلف الاتفاقيات الأقليمية والدولية التي انضمت لها المملكة تشريعات وطنية تتماشى مع التوجهات العالمية لحماية حقوق الإنسان تتبنها مملكة البحرين وتحرص على احترامها وتطبيقها على أرض الواقع هذه التشريعات عكست على ملف حقوق الإنسان البحريني الذي تميز عن غيره وتفوق في حماية حقوق الإنسان ما أكد حرص المملكة على مواصلة جهودها جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي بموضوعية ومصداقية لتؤسس خط سير خاص وفريد يترجم مفاهيم حقوق الإنسان ليضعها كجزء هام من نمط الحياة الوطني حيث انضمت مملكة البحرين للعديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية تعزيزا للمسيرة الديمقراطية التي أتت إثر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والذي رسم نهج احترام حقوق الإنسان منذ انطلاقه وأسس استراتيجية بحرينية تسهم في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة تحفظ في الوقت نفسه الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا وأتت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتكون انعكاسا واضحا على التقدم المشهود والمتواصل لمملكة البحرين حيث وضعت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان السياسات والبرامج لتطوير وتعزيز الحريات لكافة المواطنين والمقيمين لترسخ الجهود المشتركة لتحقيق التقدم المستدام للوطن ومن يعيش على أرضه احترام الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان من أساسيات العمل الوطني في مملكة البحرين التي تسعى إلى تصدير هذا الفكر عالميا من خلال رؤية واضحة وخوطا ثابتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر